إذن نلاحظ أنه عند تمديد ضلعي كل زاوية سواء الزاوية الحادة أو الزاوية المنفرجة فلن يؤثر ذلك على طبيعة هذه الزوايا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع المستوى الثالث الزوايا الأهداف أولا تعرف الزوايا وتمييز أنواعها ثانيا إنشاء زوايا باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة فلنبدأ على بركة الله بتذكير المتعلمين بمكتسباتهم السابقة فيما يخص مفهوم المستقيم والقطعة ونصف المستقيم إذن ما هو المستقيم؟ المستقيم هو كل خط مستقيمي ليس له حدود مار من النقطة أ ومار من النقطة B يعني ليست له بداية وليست له نهاية ونرمز له بآب بين قوسين إذن ما هي القطعة؟ القطعة هي جزء من مستقيم محددة بنقطتين بدايتها النقطة أ ونهايتها النقطة B ونرمز لها بـ B بين معقوفتين ما هو النصف المستقيم؟ نصف المستقيم هو جزء أيضا من المستقيم له بداية لكن ليست له نهاية بدايته النقطة A ويمر من النقطة B ويستمر في هذه الحالة سوف نرمز له B له بداية النقطة A إذن سوف يأخذ رمز القطعة وليست له نهاية أنه سوف يأخذ رمز المستقيم فيكون بين معقوفة وقوس مرحلة الثانية من التقويم التشخيصي سوف نقوم بتذكيرهم بمكونات الزاوية القائمة نتكون الزاوية القائمة من الرأس هو النقطة A وضلعين إذن ضلع الأول بدايته النقطة A ويمر من النقطة C إذن فهو عبارة عن نصف مستقيم A وضلع الثاني عبارة أيضا عن نصف المستقيم A B إذن بدايته النقطة A ويمر من النقطة B كما نرمز للقطع القائم لهذه الزاوية بمربع صغير نأتي إلى المرحلة الثالثة من التقويم التشخيصي والذي نذكر فيه بمفهوم المستقيمان المتعامدان والمستقيمان غير متعامدين إذن ماذا نعني بمستقيمان متعامدان؟ المستقيمان المتعامدان يتقاطعان في نقطة ويكونان أربع زوايا قائمة إذن ماذا نعني بمستقيمان غير متعامدين؟ كما نلاحظ لدينا هنا مستقيمان يتقاطعان في نقطة هل يكونان زوايا قائمة؟ إذن لنتأكد نستعمله الكوس أو المزوات فنضع أحد حافة الزاوية القائمة للكوس تتطابق مع المستقيم الأول ونرى المستقيم الثاني هل يتطابق لي مع الحافة الثانية للزاوية القائمة للمزوات إذن نلاحظ لا إذن هذه ليست بزاوية قائمة نرمز لها على هذا الشكل نأتي إلى الزاوية الموالية كذلك بنفس الطريقة أحد حافة الزاوية القائمة للمزوات تتطابق لي مع المستقيم ونرى المستقيم الآخر أو الضلع الآخر للزاوية هل يتطابق لي مع ضلع الزاوية القائمة للكوس نلاحظ أنه لا يتطابق إذن هل هذه الزاوية قائمة طبعا ليست زاوية قائمة كذلك ومثال هذه الزاوية ليست قائمة والزاوية الأخرى كذلك ليست قائمة إذن في هذه الحالة ماذا يمكن أن نقول عن هذين المستقيمين ما مستقيمان غير متعامدين لأنهما يتقاطعان في نقطة ولا يكونان أربع زاوية قائمة أو نقول يتقاطعان في نقطة ويكونان أربع زاوية غير قائمة وماذا يعني ذلك؟ يعني وجود أنواع أخرى من الزاوية غير الزاوية القائمة إذن ما هي هذه الزاوية؟ وكيف يتم إنشاؤها؟ وهذا ما سوف نبنيه في هذا الدرس ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها على الزاوية وتمييز أنواعها الوضعية هنا تعطى بالتدريج هذا هو الجزء الأول وهناك الباقي إذن أولاً نقوم بإنشاء مستقيمين A و B غير متعامدين لإنشاء يكون على ورق الأنسوخ أو ورق أبيض ثانياً نقوم بقص الزاوية واحد واثنان وثلاثة وأربعة الناتجة عن تقاطع المستقيمين أو و B ثالثاً نقارن الزاويتين واحد واثنان مع الزاوية القائمة ماذا نلاحظ؟ نأتي مع السؤال الأول ونقوم بإنشاء مستقيمين غير متعامدين يعني مستقيماً يتقاطعان في نقطة ولا يكونان زاوية قائمة إذن هذا المستقيم أول والمستقيم الثاني يكون غير متعامد معه تلان على هذا الشكل لاحظ أننا حصلنا على أربع زاوية إذن هذه هي الزاوية الأولى هذه الزاوية الثانية هنا الزاوية الثالثة الزاوية الرابعة ثم نقوم بقص هذين المستقيمين لنحصل على أربع زاوية غير قائمة بعد قص الزاوية الناتجة عن تقاطع المستقيمين أول بي إذن نعلم على كل زاوية لدينا الزاوية واحد هي الزاوية التي سوف نقوم بمقارنتها مع الزاوية القائمة ما هو أيضاً مع الزاوية القائمة للكوس إذن هنا نضع هذه الزاوية بحيث تتطابق لحافة هذه الزاوية مع الزاوية القائمة ونرى الحافة الثانية أو الضلع الثاني لهذه الزاوية خطئ Chima مع ضلع الزاوية القائمة هل يتطبق لا يتطبق هل هذه الزاوية أكبر من الزاوية القائمة أو أصغر من الزاوية القائمة إذن نلاحظ أن هذه الزاوية هي أصغر من الزاوية القائمة إذن نلاحظ جيداً هذه الزاوية كيف تبدو؟ كيف يبدو هذا المكان؟ وكأنه لدينا شيء حاد كالإبرة مثلا أو السكين أو قطعة جوجاج متكسرة كأن هذه الزاوية تشبه زاوية لشيء حاد إذن لذلك فهي تسمى بالزاوية الحادة وهذه الزاوية هي أصغر من الزاوية القائمة أيضا يمكننا أن نقارنها مع الزاوية القائمة للكوس فنضع حافة زاوية القائمة للكوس على حافة هذه الزاوية الغير قائمة والحافة الأخرى نلاحظ أنها لا تتطابق لي مع الزاوية الأخرى إذن فهذه الزاوية هي أصغر من الزاوية القائمة إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الزاوية واحد هي أصغر من الزاوية القائمة وتسمى بالزاوية الحادة الآن نأتي إلى الزاوية الثانية نعلم على هذه الزاوية ونأخذها إلى الزاوية القائمة ونقارن بينهما وذلك بوضع أحد أضلاع هذه الزاوية يتطابق مع الزاوية القائمة والرأس أيضا يتطابق مع الرأس ونرى الضلع الثاني هل يتطابق مع ضلع الزاوية القائمة إذن نلاحظ أنهما لا يتطابقان وأن هذا الضلع أو أن هذه الزاوية كيف تبدو؟ تبدو أكبر من الزاوية القائمة إذن لاحظوا معي هذه الزاوية كيف تبدو لنا وكأنها متفتحة وكأنها منفرجة إذن فهي تسمى بالزاوية المنفرجة بالتالي نلاحظ أن الزاوية إثنان هي أكبر من الزاوية القائمة وبما أن شكلها متفتح أو منفرج فهي تسمى بالزاوية المنفرجة لأن نستعينا ببعض الأدوات أو بعض الأشياء ليستوعب المتعلم ويعرف كيف يميز بين الزاوية فمثلا يمكننا أن نأخذ البركار هذه الزاوية في نظركم هي تشبه الزاوية الحادة أو تشبه الزاوية المنفرجة أو تشبه الزاوية القائمة إذن بالعين المجردة تظهر أنها زاوية حادة إذا قمنا بفتحها مثلا على هذا الشكل أي نوعين الآن فهي زاوية منفرجة مثلا إذا وضعناها على هذا الشكل إذن هنا فهي تشبه الزاوية القائمة كما يمكننا أن نستعينا بعقارب الساعة إذن مثلا نضع الزاوية أو هذين العقربين على هذا الشكل إذن في نظركم هذين الضلعين أو العقربين يكونان لنا أي زاوية إذن كما نلاحظ بالعين مجرد زاوية قائمة مثلا هذه أي زاوية زاوية حادة هنا مثلا زاوية منفرجة نحاول أن نغيرها مثلا هنا أي زاوية منفرجة هنا مثلا زاوية قائمة هنا مثلا لوينان لنا زاوية حادة ما نتمم الوضعية بالسؤال الرابع ما نوع الزاويتين ثلاثة وأربعة إذن نأخذ هنا الزاوية أربعة ما نوعها إذن بالعين مجرد تظهر أنها منفرجة إذن فهي زاوية منفرجة هنا لدينا الزاوية ثلاثة هي زاوية كيف هي حادة نأتي إلى السؤال الخامس والذي سوف نقارن بين كل زاويتين باستعمال التطابق ماذا نلاحظ إذن هنا سوف نأخذ الزاويتين واحد واثنان إذن هنا واحد واثنان كيف يتم هذا التطابق إذن سوف نحاول أن نضع الرأس على الرأس أحد الأضلاع مع أحد الأضلاع ونرى الضلع الآخر هل يتطابق لي مع هذه الزاوية أو لا إذن نرى أنهما لا يتطابقان إذن في هذه الحالة هل هما متقيسان؟ طبعا غير متقيسين لماذا؟ لأنهما لا يتطابقان الآن نقارن بين الزاويتين ثلاثة وأربعة إذن ثلاثة مع أربعة كذلك بنفس الطريق إذن نضع الرأس مع الرأس أحد أضلاع الزاوية تتطابق لي مع الضلع الآخر للزاوية ونرى هل الضلع الثاني يتطابق لي مع الضلع الثاني؟ لا لا يتطابقان إذن نرى أن الزاوية المنفرجة هي أكبر بكثير من الزاوية الحادة إذن وبالتالي هل هما متقيسين؟ طبعا غير متقيسين ذلك الزاويتين ثلاثة وأربعة غير متطابقتين وبالتالي غير متقيستين هنا نأتي لمقارنة الزاوية الأولى واحد مع الزاوية ثلاثة إذن نأخذ زاوية واحد مع الزاوية ثلاثة إذن كذلك نحاول أن نطبق الزاوية واحد على الزاوية ثلاثة وذلك الرأس مع الرأس أحد الأضلع يتطابق لي مع الضلع الأول والضلع الثاني أيضا يتطابق لي إذن ماذا نلاحظ؟ وكأنه لدينا زاوية حادة واحدة إذن نقول في هذه الحالة أنهما متقيستان لأنهما متطابقتان إذن الآن نأخذ الزاوية 2 ونقارنها مع الزاوية 4 كذلك بنفس الطريقة إذن الرأس فوق الرأس أحد أضلع للزاوية 2 تتطابق مع أحد أضلع الزاوية 4 ونرى الضلع الثاني هل يتطابق؟ نعم يتطابق إذن هذه الحالة فهما متقيستان سؤال السادس إذا قمنا بتمديد الضلع الزاوية 3 والزاوية 4 هل سيغير ذلك من طبيعة الزاوية؟ كما نعلم أن الزاوية 3 هي زاوية حادة إذن هنا سوف نقوم بتمديد هذه الزاوية ونرى هل سوف تتغير طبيعة هذه الزاوية أم لا إذن نأخذ الآن الزاوية 4 وكذلك بنفس الطريقة إذن نلاحظ أنه عند تمديد ضلعي كل زاوية سواء الزاوية الحادة أو الزاوية المنفرجة فلن يؤثر ذلك على طبيعة هذه الزاوية إذن كخلاصة هناك ثلاث أنواع من الزاوية إذن الزاوية القائمة، الزاوية الحادة، والزاوية المنفرجة الزاوية الحادة هي أصغر من الزاوية القائمة، والزاوية المنفرجة هي أكبر من الزاوية القائمة ويمكن معرفة تقايز الزاويتين باستعمال التطابق كما أنه لا تتغير طبيعة الزاوية عند تمديد ضلعيها نأتي إلى الوضعية الثانية والتي سوف نقوم فيها بإنشاء زوايا باستعمال أدوات الهندسية المناسبة إذن أرسم زاوية قائمة، زاوية حادة وزاوية منفرجة باستعمال الأدوات الهندسية المناسبة نبدأ بالزاوية القائمة أول شيء نحدد الرأس إذن نحدد مكونات الزاوية إذن الرأس ثم نرسم الضلع الأول للزاوية بعد ذلك نأخذ الكوس نضع حفة زاوية القائمة للكوس أو المزوات تتطابق مع الضلع الضلع الأول للزاوية التي رسمنا ورأس الكوس يتطابق لي مع رأس الزاوية ثم بعد ذلك نرسم الضلع الثاني ونتمم هنا باستعمال المستعر في هذه الحالة نحصل على زاوية قائمة إذن نرمز لها برمز مربع صغير نأتي إلى الزاوية الحادة بنفس الطريقة نحدد الرأس ونرسم الضلع الأول للزاوية الحادة كما قلنا أن الزاوية الحادة تكون مدى أصغر من الزاوية القائمة إذن نحاول أن نرسم الضلع الثاني بدايته هو رأس هذه الزاوية وليست له نهاية بحيث يكون هذا الضلع يعني يكون زاوية أصغر من الزاوية القائمة إذن يمكننا النرمز لهذه الزاوية على هذا الشكل وهي زاوية حادة أن إلى الزاوية المنفرجة إذن أول شيء قلنا يحدد الرأس ثم نرسم نصف المستقيم الأول أو الضلع الأول للزاوية المنفرجة والضلع الثاني نقوم بإنشائه بحيث أنه يكون أكبر من الزاوية القائمة نرمز له على هذا الشكل ونحصل على زاوية منفرجة لذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته